في خلاف في المدرسة يعني حضرتكم بكونكم شباب يعني وجيل جديد من الحج عرفة ابتدتوا تدخلوا أو تستحدثوا حاجات في المنتج أكيد مظبوط إيه بزاي بقى؟ يعني بدأنا مثلا المنتجات الغذائية اللي احنا كنا بنستوردها بدأنا ان احنا مثلا بناخد اللوزة اللوزة كانت بتخش عندنا في المصنع الغذائي وبتخش برضو المصنع اللي غذائي مصنع غذائي ومصنع لا غذائي المصنع الجذائي بيخش بنحمص اللوزة بنطلع منها لوز محمص بنعمل منها جرانولا بنعمل منها منتجات غذائية كتير تخش المصنع اللي غذائي نقدر نحنا نطلع منها زيت لوز نعمل منها كريم بشرة بزيت اللوز نعمل منها سكرابس وهكذا يعني بتجيبو النبتة الفكرة بالزبطة كدا أنها نبتة واحدة احنا بنمررها في اتجاهين زي ما محمود قال الغذائي واللغذائي بحيث أن أنا أخد أكبر استفادة من النبتة الطبيعية دي عشان أوصل لعدد منتجات كتير وعملت قيمة مضافة للمنتج فأصبح النهاردة لي قيمة في السوق يعني كان زمان بقى بيبقى فيه هادر من الحاجات دي أكيد طبعا نأخذ اللوزة بس لا إحنا خلاص الحمد لله دلوقتي مفيش يعني إحنا زيره هادر إحنا يمكن آخر حاجة عملناه يمكن السنة دي عملنا حلاوة المولد باللوز مثلا يعني كل الحاجة إحنا مثلا فيه الزعفران الزعفران إحنا بنجيبه بنعمل منه بيتباع بهارات عادية وبناخده نعمل منه الشاي الكرك اللي هو شاي بالزعفران بالحبهان بالهيل طبعا من الثقافة الأسيوية ونفس الزعفران بنعمل به مية ورد بالزعفران عشان نستخدمه في البشرة وإفادة للبشرة فده تقريبا الكونسبت بتاع حاجة عارفة إن هي تاخد كل حاجة منتج بسيط تحولوا لأكتر من منتج سواء غذائي أو لا غذائي من هنا جات الفكرة إن إحنا نعمل الكونسبت الجديد اللي هو حاجة عارفة ناتشرال بوتيك ده حاجة عبارة عن ستور كل حاجات ناتشرال للصحة للبشرة سواء غذائي أو لا غذائي زي ما قلنا في الأول إن إحنا نمتلك المصنعين فبناخد المنتج نطلع منه كل ما هو غذائي صحي وكل ما هو لا غذائي صحي طب بس في مقولة بقى بتقولوها دايما إن إحنا بنشتغل مش بس على التغذية وكلام ده على مزاج الزبون اللي هو إيه في القهوة أكيد ما لك متأكد أوي كده القهوة مهمة الحقيقة يعني الحمد لله إحنا في الفترة الأخيرة أنا نجحت كويس في القهوة أنا شايفة كانكة ده لسه أنا عايزة أستعرض يعني دلوقتي أنا قدامي ما إيدا عامرة الأول هي دي المكونات الأساسية اللي في الأطباء البيضة بالزبط بالزبط تمام؟ أعتقد عارفينها كلها مع عادة إيه حاجات قليل إيه السود ده الكور السودة ده لمون مجفف آه أوكي والإرفة طبعا من استخدمه على أساس فيه ناس بتستخدم حاجة اسمها ملح اللمون آه دي بتبقى حاجة صناعية ده حاجة طبيعية آه أوكي طيب بما إن هذه هي المكونات الأساسية فأنتج عنها كل اللي موجود قدامي بالزبط زي ما حضرتك بتقول اسمها إيه هيل ستورز ولا اسمها إيه؟ ناتشرال بوتيك ناتشرال بوتيك ناتشرال بوتيك ده محتاج ودي حاجة لطيفة قوي أن ابتدت أحسها فيه لصناعات المصرية أخيرا يعني في الحلقات الأخرانية إنه كل منتج ابتدى ينتج يعدد من أنواع الإنتاج بتاعته فما بقيتش بستعرض حاجات محدودة أنا بقيت بستعرض هذا الكام اللي هو محتاج كتالوج بالزبط محتاج إن أنا أبقى دايما لما بتعامل مع حاجة عرفة لازم أكون معايا بقى أنا هعمل إيه بإيه؟ بالزبط طيب ترشدوني يعني دي إيه مثلا؟ ده حضرتك بخور ده بخور تمام ده من اللي بيولع مع نفسي بالزبط لا بالولا حق آيوة طيب نفسه إزاي طيب بس يعني أصد العود هل فيه الثاني بقى اللي هو الأصلي؟ موجود آه ده مهم كمان أول نحن كمان عاملين حاجة جديدة في البخور ده إنه هو معمول من غير عدان خشب داخلية وما فيش فيه كمان أي بقايا ورق أو أي بقايا كرتون زي ما بيعملوا في شرق آسيا في شرق آسيا أغلبية مصانع البخور بتشتغل بإن هي بتحط بقايا ورق وبقايا كرتون عشان قدر تسعى تكبر العودة ثلاث كمان إن هي بتخلي سرعة الاشتعال بتاعه سريع لأ إحنا عاملين كل ومش مستخدمين أي حاجة من الحاجات دي جولنا ده معنى إن الإشتعال ده بيبقى داخل فيه حضرتك بتشم محروق ورق برد بالضبط كده هنا مفيش الكلام بات يعني حتى مش حاطين أي عودة خشب يعني هنا كله معجولي طيب جايد ميسرو أو خدوني في رحلة الركن الصحي اللي فين ده؟ كل ده صحي ده محضرتك على طول ده؟ إحنا ممكن نقسم لحضرتك إن ده الجزء الغذائي بينقسم إلى زي ما قلنا كده دي الخامات اللي احنا بنستخدمها بناخد الخامات دي بنحولها إلى مثلا الشوفان بناخد منه شوفان بنطلع منه مكارونا للشوفان بنعمل مكارونا بالشوفان ونعمل منها الجرانولا اللي هي تستخدم في طار الصبح غذاء هيلثي ومعانا مثلا زي ما قلنا الزعفران بنطلع منه شاي الكرك بنطلع منه المية الورد بالزعفران وندخله في بعض التركبات للتوابل ده بالنسبة للجزء الغذائي بلاس طبعا البن زي ما اتفقنا البن موجود بكل ده احمد ده كله بن اه بالضبط كده كل ده بن 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 يستخدم بديلا عن اللي احنا مخدرين عليه بديلا ده هو الاساس والله وممكن ندخل حاجة اكسكلوسيف النهاردة ان احنا الحمد لله خلاص بنعمل لونش جديد للكابسولات البن ده ايتم جديد بتاع كان كله بيجي مستورت احنا الحمد لله عملنا في مصر هنا وخلاص اللونش بتاعه يمكن خلال عشر تيام ان شاء الله يمكن ده الكابسولز بتاعت اللي هي بتاعت ممكن تديني اه ايه ده ايوة يا حلاوة ده ده مصري جديد احنا لسه بنعمله وقبلكبل على كل المكان المستورت طيب يعني يعني ده بدل ما كنا بنروح نشحطط ونجيبه من بره مزبوط مزبوط موجود في مصر دلوقتي هنعمله لونش ان شاء الله خلال عشر ايام بصوا ده مهم جدا طيب اه اوكي ادي قسم القهوة الكنكة دي ليه محطوطة الكنكة دي لان احنا بنحطها في الفروع علشان احنا بنحاول ما نفصلش دايما ما بين تاريخنا القديم اه وما بين حياتنا المعصرية اه بزبط كده احنا بنقول احنا حتى البراند اسمها حج عرفة ناتشور بوتيك اه يعني قديم واصيل وفي نفس الوقت بلغة العصر كمان انتو عندوكو بن توركي موجود اللي هي القهوة التوركي دي اه يعني بالفاتح بقى والغامة ومحاول طبعا انا ما يبقى عندي بقى ضيفة اقوله ايه يقول لي قهوة بس بن فاتح محاولة بهبابة صفر اه ارى الحمدلله كمان في البن بيميزنا ان احنا بمستخدمش اي محسنات اه يعني الفترة الاخيرة في مصانع بدأت تستخدم محسن حاجة اسمها محسن قوام محسن طعم اه بيشتغلوا مثلا بالفليفرز احنا بنشتغل بالحبهان الطبيعي اه بنطحانه بنحطه على البن ده كده بالنسبة للغذائي ممكن نخش على اللاغذائي بقى اللي هو الكوزماتيكس اه اه محمود ممكن ايه ده اللي هنا ده نهو ده الكوزماتيكس لا ده حاجة هتعجب حضرتك اوي اه ايه انا اي حاجة عجباني بصراحة انا لما بلاقي والله العظيمة لما بلاقي منتج مصري بنشكح ونشرح جدا كده وحاسة ان انا مسنودة يعني مش محتاجة بقى اعمل المداء فهنا ايه بقى دي كريمز وسكرابز زيوت طبعية اه في حاجات مثلا بديل البلاشر حاجة اسمها دم غزال لو حضرك تعرفي دم الغزال اللي كان بيستخدم زمان اه يعني حد مكسرين بيع التيك توك دلوقتي مكسر الدنيا دم الغزال ده دم الغزال ده اللي هو كان بيتحط على كعب الرجل وكان بيتحط في الكوه والحاجات دي اللي هو اه 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 احنا اعملناك اعمل للخدود اعملنا للخدود اه اه وطورنا اعملنا منه الوان يعني اه وسكرابز وكدك اه اه طيب العلب بقى دي فيها ايه عشان دي اللي عايزة الدراسة ودكتوراه فيه مثلا هير باث كريم هو ما يحتاجه احضرك تفتحيه يعني تفتح اه اه ممكن افتحه لحضرتك انا لازم اتعلم ما فيه بقى جوا ستيكر كده ممكن نشيله ان اه 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 عرفت عرفت لا مع شغل فاخر يعني اه خالص فتحته برافو انا اللي عرفت الواحدة اكيد طبعا مالك انبه بنت انا لا بس حالك شفتي الشغل فاخر خالص يعني اهو يا سلام دي بديل البلوشر مراحين للشغل الصبح مش قادرين نحط ميكوب طبعا عندي نقطة تكفي تمنتاشر واحد بس بصفة واحد بقاش انا كأن حد خبطني بوكس في ايدي في حاجة بقى موضوع تاني مهم برضو قبل ما نستكمل حكاية ان انتو كنتو بتستوردو بمبلغ ما او بقدر ما من الاموال وبعدين ابتديتو دلوقتي تحرصوا جدا على انه اذا استوردتو بعشرة ساغ هتصدروا بالعشرة ساغ بحيس ان ما بقاش فيه فجوة مظبوط دي مظبوط دي بلان الحمدلله تحطت من خمس سنين احنا زي ما احنا عارفين ان الحاجات الزراعية مش المناخ المصري مقدارش يزرع كل حاجة التوربو ما تقدرش تزرع كل حاجة فبيبقى فيه امن اكتر من سورس من جميع الحال العالم تقريبا يعني فانا بطر عشان اشغل الحاجات الصناعية دي لازم استورد من بره الخامات حاطينا بلان الحمدلله من خمس سنين فاتو ان احنا لازم في خلال خمس سنين حجم استراضنا من المواد الخام يساوي حجم تصدرنا لبعض المنتجات عشان نعمل تمويل ذاتي للشركة او للمجموعة كلها والحمدلله يعني احنا مشينا بخطوات اسرع من البلان يعني احنا اعتقد الحمدلله وصلنا غاية 60% في خلال سنتين فان شاء الله بامر الله يمكن السنة جاية نوصل لغاية 100% ويبقى كده قطعنا المسافة بدل خمس سنين تبقى ثلاث سنين وان شاء الله ننتقل للمرحلة البعدية نعمل فقد للتصدير ده كل ده خلي بالك احنا لسه نتكلم على الرو ماتيريال يعني احنا لسه ما بدأناش تصدير للحاجات المصنعة بص انا انا سعيدة قوي قوي بكم بدم احنا اسعد طبعا وسعيدة بالترابيزة اللي قدامي دي وطبعا مش محتاجة اقول لكم ان احنا محتاجين دايما يبقى عندكم جايد سواء على تيك توك على انستجرام على مش فاهمين بحيث ان انا ادور اجيب حاجة عرفة الاقي بقى انا عايزة ايه بالزبط الكريم اللي بيعمل شعر كرلي غير الكريم الحمدلله احنا كمان يعني الخدمة عندنا شغالين او خدمة مابعد البيع الحمدلل الشغلة كويس كل الابسايت في حاج بتبعاتي رسالة على الانستجرام او الفيس بوك بيتجاوب عليك بكل شفافية طريقة الاستخدام وكل حاجة ان شاء الله في المتناول انستجرام بالانجليزي او بالعربي لا كله بالانجليز بالانجليز حاج عرفة حاج عرفة حاج عرفة حاج عرفة حاج عرفة اشترك في بقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه وتسعة وتسعين قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه